احتفلت المقاتلة السعودية هتان السيف بشكل مثير عقب فوزها على الجزائرية ليلي عثماني خلال نزالهما في الوزن المئة وتسعة أرطال هتان السيف أسقطت الجزائرية ليليان عثماني بالضربة القاضية في الجولة الثانية من نزالهما بعد مروري داقيقة وسبعة وثلاثون ثانية عقم النزال ضمن منافسات بطولة بيفيل ميناء التي تقام في السعودية بالتعاون بين الاتحاد السعودي للفنون القتالي المختلطة ورابطة دور المقاتلين المحترفين العالمية وبعد أن أسقطتها بالضربة القاضية قامت هتان السيف باحتفاليتها الخاصة على طريقتها تظهرت كأنها تحمل السيف وضربتها ضربتين بالسيف وبعد فوز المقاتلة السعودية تداول مغردون فيديوهات وهم سعيدون جدا بهذا الفوز وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر